ترى حطة بن قوسين درء المفاسد وهذا ترى شي مهم هذا من أكبر الأسباب إذا لا أن تترك الساحة بهذا الشكل أنا أعتقد خطيئة يعني اليوم ممكن أنا أصر على رأيي وأنت تصر على رأيك أنا أعتقد العمل السياسي المعادلة هذه ما هي من جانب السياسي دائما العمل السياسي البحث على حلول توافقية سياسية للوصول إلى أهداف استراتيجية يعني اليوم أنت أتيت هناك حكم محكمة دستورية وهذا الحكم عنوان الحقيقة بغض النظر عن رأيك يمكن أتفوق أختلف انتهى خلاص هناك حكم محكمة دستورية وهناك فترة انتخابات وهناك مشاركة الكل قاعد يعلم أن هذه الانتخابات يعني انتخابات حقيقية وأن كانت غير ممثلة بنسبة أقول لك 75% انتخابات حقيقية بمشاركة يعني حتى الأغلبية لو تشارك أنا أعتقد ما راح يكون يعني خمسين إلى ستين بالمئة ما راح يكونوا محظوظ لأن الأربع أصوات كعملية انتخابية تختلف عن الصوت الواحد وممكن تأثر يعني تعتقد أن رفضهم لعدم إعلانهم عدم المشاركة المبكر صرحوا صرحوا فيها ترى أنا بعض النواب اللي محسوبين على الأغلبية بمناسبات ومضمنها أحد النواب بقبيلة العوازم باجتماع بن جامع قال قال يا جماعة باتر احنا ما نطلع بكرسي كرسيين يعني قالت يعني وشون تشاركون وباتر نخسر أربع كراسي ونطلع بكرسي كرسيين يعني اليوم يعني احنا نواب ونعرف يعني يمكن الأغلبية تعلم أن كان لها في قانون بأغلبية برلمانية وهي تعادل ثلثين المجلس وهي أغلبية خاصة مخيفة أن أنت تتنازل عن ذلك وترجع للمربع الأول بالانتخابات الصوت الواحد وأنت تعلم مسبقا لن يتحقق لك هذه الأغلبية ولا حتى 50% من هذه الأرغام يعني معلومهم إذا يعني حاولوا بمحاولات سياسية عديدة للمحافظة على مراكز سياسية فنكون واقعين لذلك اليوم أنت لبست ما تلومهم أنت قلت ما ألومهم طبعا ما ألومهم يعني حكم المحكمة الدستورية أرفضوه لا أما أم وأعلنوا المقاطعة أنا من ناحية سياسية أنت اليوم من جانب سياسي يعني أنا عندي ثلثين البرلمان أملك القرار أملك القرار مو بس على مستوى البرلمان على مستوى التشكيل الحكومي رئيس الحكومة والحكومة تحت توجيهي الغير مباشر وكان واضح حتى من تصريحك قبل تشكيله 2012 طالبوا في تسع كراسي تسع كراسي معناتها من 16 كرسي يعني أغلبية داخل مجلس الوزراء أغلبية داخل المجلس إلا أن طبعا اسمه رئيس مجلس الوزراء لم يوافق هذا العدد وكان هناك عدد أعتقد أعطوهم 6 بشكل مباشر لكن كان هذا حل توافقي إلا أن حتى الحكومة ممثلة برئيسها تعلم بشكل جيد أن هناك أغلبية خاصة موجودة ومدعومة بقرار سياسي والحكومة لا تمتلك من أمرها أو قرارها شيء لذلك الحكومة سياسياً ساخطة يعني ما تقدر تطبق أجندتها وتفرض رأيها السياسي في عدم وجود أغلبية من الممكن أن تتعارض مع توجهات الأغلبية وحاول الأغلبية يعني المرحلة الأولى وكان هناك حتى من الأقلية محاولات الإحراج الأغلبية بالدفاع عن الحكومة ورئيس الحكومة من خلال استجواب الأخ صالح العاشر وأنا أعتقد أجبرت الأغلبية بالدفاع عن سمو رئيس مجلس الوزراء في ذاك الوقت والحكومة للدفاع وهدف الأغلبية كانت تسعى إلى نزيد من السجوابات ثلاثة السجوابات تم الدفاع عن وزير الداخلية ووزير الإعلام ورئيس الوزراء أخي طلال أنت تعلم أنت مراقب سياسي جيد أنا أتذكرك وتجلس على المنصة وتعلم مثل ما كان دور الأغلبية عندما كانوا أقلية في ذلك الوقت بالاستجوابات وأحراج الأغلبية القريبة من الحكومة لكشف أوضاحها والهجوم السياسي أخذت هذا الدور الأقلية وتركت الأغلبية للدفاع وأجندة الأغلبية في النهاية حاولت بشتى الوسائل السياسي إلا أن الكلفة السياسية كانت باهظة على الشارع السياسي وعلى قواعدهم الانتخابية بالاستمرار الدفاع عن الحكومة المستمر بغض النظر عن الأداء الغير مقنع ومحقق للطموح للشعب الكويتي وإن كان طبعا هناك يعني أنا أعتقد الوزير المالية كان في ذلك الوقت يعني غربان سياسي أنه ضحت في الحكومة لأنه لا تملك الأغلبية لدفاع عن وزير المالية وهذا مؤشر أنا كان يفترض عادة في الدول الدمغراطية وكأنه عندما توجد أغلبية قبل تستمر وهذا ترى يعني في المذكرة التفسيرية في الدستور يأتي رئيس الحكومة ويكون عنده أجندة ونقاش مع الأغلبية أن هذا برنامجنا وهذا جدواننا مع الأغلبية طبعا لأنه في النهاية هم وشركائك في القرار السياسي بعمر نحن نواصل حديثنا عن الأغلبية وعلاقتك معهم في المجالس السابقة ولكن بعد هذا الفاصل